مشاهدين قبل أن نواصل ونناقش الموضوع مع ضيفي قرأ لكم فقط هذا الهام أسفل الشاشة هبوط لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية على مطار تولوز المسافر يبلغ من العمر 67 سنة تعرض لسكتة قلبية هذا هو سبب الهبوط الاضطراري للطائرة التي كانت تضمن الرحلة آش 2700 بين العاصمة وباريس وسنعود للحديث بالتفصيل عن هذا الموضوع الهم في هذه الجولة الإخبارية دعوني أرحب بضيفي في البلاتو الأستاذ رابح طبال نائب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أستاذ طبال أهلا بك مساء الخير شكرا تابعناك اليوم كان لديكم النشاط مع وزيرة تربية الوطنية سيدة نوريا بن غبريط خصصتم حيزا هاما للحديث عن مرافقة الأسرة مرافقة الأولياء للتلاميذ وهذا من أجل التحصيل العلمي هذا كدرجة أولى وكذلك لحماية التلميذ من العديد من الضغوطات النفسية والاجتماعية التي يعيشها شكرا بسم الله الرحمن الرحيم نحن كجمعية وطنية منذ اعتمادنا في 2014 ونحن نسعى دائما لتحقيق الهدف المنسودة وهو رفع من المجتوى كما تعلمون في هذه السنوات الأخيرة ظهرت العنف في الواسط المدرسي أرجو أن أصحح بعض الشيء من هذا المقاري كثير من الناس يقولون عنف المدرسي ليس عنف المدرسي العنف في الواسط المدرسي لأن الإخوان الجلد العادي يقولون أن المدرسة لا تصنع العنف بل هي ضحية العنف إذن هو العنف في الواسط المدرسي هذا العنف في الواسط المدرسي رجع لعدة اعتبارات هناك عدم مرافقة ابنائنا إلى المدرسة ليس مرافقة في الطريق كما قلت سابقا ليس هذه المرافقة هي مرافقة التلميذي إلى المدرسة في طريقه بل المرافقة هي التربية الحسنة والأخذ بيديه ليحترام الله غير حتى لا يكون عنفيا لأن العنف على برك كثيرا ما نصنعه نحن الأولية جزاعة العادة وين الابن مثلا وليدي يتضار مع ابن الجار يلعب معه ويبكي ويأتي للدار ماذا أقول له أقول له كيف تقبل فلان يضرب بك والله كلي تخير منه ونترك عايش خير منه وكيف بعد نربيله العنف هذا عنف معنوي يتربى هذا التلميذ بعد يضرب يتزم يرد ثأر يأثر من هذا التلميذ نحن يجب على الأولياء أن يقول لأبنائهم لا يا ابني ما ضربك كان يلعب معك ذلك رح تلعبه مع بعض يخرج يلعب معه دور معه لكن أستاذ ربح طبال ظاهرة العنف الوسط المدرسي أخذت أبعاد جد مقلقة ما يؤثر على المناخ داخل المؤسسات التعليمية الآن دور كومانتوم كجمعيات أولياء التلميذ دور الوزارة الوصية للحد من هذه الظاهرة كيف تتعامل مع هذه الظاهرة نعم نحن كأولياء نتعامل مع هذه الظاهرة يجب أن نحاربها بشدة الوسائل أولا كما قلت فتبقا بمرافق وبيحضور إلى المؤسسة التربوية هذا كان ديالوج مع التقم التربوي والإداري يكون حوار نعم حوار مع الأساتذة يجب أن نعلم أن الأستاذ يصهر على تربية أبنائنا يصهر على تلقينهم دروس ويجب أن نعلم هذا أن الأستاذ يتعب أكثر من الأولياء لأن الولي يتعب على أبنائه على أبنائه بشي يجب له الماكلة يجب له لبسا ولكن الأستاذ أنا كنت معلم كنت معلم وكنت مفتش كنت مفتش مدير عندما يكون نسبة ناجحة في المدرسة هو أن نخدم مرتفعة أفرح وأفتخر وأعدز إذن أسهروا على هؤلاء التلميذ أكثر من الأولياء يعني معنويا الولي كان يصهر مدين فقط ولكن الآن حان الأوان أن نصهر على أبنائنا حتى السهارات معنوية لماذا؟ إذن من خلال هذه المعطيات من خلال حديثك تريد أن تقول أنه حان الوقت لإعادة تكوين موظفي قطاع التربية سواء في تسيير النزاعات وكذلك الإصغاء إلى التلميذ لتجنب العنف في الوسط المدرسي بارك الله فيك ولهذا نطالب دائما بتوفير المناصب المناصب الشور فيما يخص المختصين في علم النفس يجب أن تكون متابعة نفسية دورية للتلاميذ هذه من جهة وثانين طالب بإكثار من نشاطات طرفيهية مثل مثلا نشاطات ثقافية ورياضية في المدارس لماذا؟ لأن هذه النشاطات كانت سابقا كاينة في المدارس وكل مدرسة التي تقوم بهذا النشاط بالنشاطات مختلفة هناك المصرح المدرسي هناك النشاطات ثقافية وإحياء للمناسبات تلميذ لم يكن له وقت للعنف بل يستهلك طاقته طاقة الجسمية في نشاطات هذه لم يكن له وقت للعنف هذا يعني نشجعه كأولياء نحن كأولياء نساهم في هذه النشاطات مثلا هذا العام أشكر للسلطات التي جعلت منه ناير عيد وطني صحة في كل ميات الوطن ولو لم يدستر ولكن بالنسبة لي مدستر بما أن التعليمات من وزارة التربية كل مدرسة يجب أن تحيي هذه المناسبة لاحظنا في هذا العام العنف لو عن منقص ولو كان هناك بعض الحالات كما يعني اسمح لي ما بديش بها وعزي عائلة تلميذ الذي أعتدي عليه في سكيكدا توفى يعني وعزي عائلته وأقول لهم أربس باركم صحيح مدام حدثت عن هذه القضية العنف في الوسط المدرسي حسب المتتبعين للشأن التربوي في الوطن يقولون أن العنف بلغ ذربته هذه الأيام إلى حيث أن أصبحت ترتكب جرائم داخل المدرس في الوطن كيف نعالج مثل هكذا قضايا تلميذ يرتكب جريمة ضد تلميذ آخر هل هذا لغياب الأمن داخل المؤسسات التعليمية أين هو دور الحارس أين هو دور المراقبة العام أين هو دور المدير بارك الله هناك نقص كبير في هذا الجانب الحراسة أنا أعرف بعض المدارس كثير من المدارس وحصة المتوسطات الثنوية لا يوجدون مراقبة العامين أو المستشارين تربوي ما تسمي الحالية أما المدرسة البتائية فهو لا حارج لا كان حارس لا باتاتا فهو لا يوجد لماذا هذه رسالة للحكومة الفوقية وأنتم كشركاء اجتماعيين تلتقي يوميا تلتقي دوريا بالمسؤولة الأولى عن القطاع هل تبلغون هذه المقترحات شكاويكم نعم هذا من دور الأولية من دور الجمعية نحن نطالب بإعادة النظر في توظيف العمال ما درجة ابتدائية لأن كل مدارش 90% من مدارش بيتدائية عمالها من الشبكة الاجتماعية من البلدية من البلدية هذا العام مثلا عشنا عشنا كم يقولون أزمة كبيرة في نقص العمال لأن الجول العمال تقريبا وصلوا نهاية العقد بتاعهم فاند كونترا في سبتمبر وما زال في مارس فاند كونترا تاع الخرين يعني أنا أبث برسالة قوية لسلطات المعنية بهذا الشأن إعادة النظر أو إعطاء الفرصة للبلدية باش هم ليوضفوا هذه العمال في الشبكة الاجتماعية ليقوموا بتوجعهم لأن بالطريقة الحالية لا نستطيع أن نغطي العز بالحديث أما المدارس أما الثنويات والمتوسطات هناك نقص في التأثير نقص في التأثير نقص فادح يعني في المدارس وليس مديرين فيها مكلفين مرقبين عمون مكان يعني من قطع التربية لكن أستاذ بالعودة إلى هذه الجرائم التي ترتكب في بعض ولايات الوطن خلال السنوات القليلة الماضية ألا تعتقد أنه حان الوقت لإعادة النظر في نظام الداخلي للمؤسسات التعليمية في الوطن للحد من العنف في الوسط المدرسي نعم نعم يجب يعطي النظر في هذا شأن لماذا لأن التلميذ ليس له كيف نقول القانون الذي يوقف عند أحده نقول لك بكل صراحة يعني كولي ابني ما يخاف نحت واحد لماذا الطرد ممنوع الطرد ممنوع وكأولياح أنا ما نقبل الشيء أو البناء التعليط يطرادون الضرب ممنوع هذا محد إذن بقي الحل الوحيد هو تنشيط المدارس تنشيط المدارس بناشطات ثقافية ورياضية وإنشاء نوادي المسرح نوادي كورة القدم نوادي كورة اليد في المدارس وحتى أمسيات ثلاثة مثلا ولم لا وتعيين تعيين أساتذة المختصين في التربية البدنية يقوموا بهذه المادة حتى التلميذ قلت لم يجد وقت كافي لعامل إجرامي أستاذ تحدثت في البداية عن المرافقة النفسية للتلميذ طيب التلميذ في الابتدائي يمكن الأستاذ أن يسيطر عليه لكن في المتوسط وفي الثانوي التلميذ يكون في سن المراهقة سن المراهقة يعني سن الهيجان نعم يجب أن تكون مرافقة نفسية داخل المؤسسة التعليمية نعم وهذا طلبنا بتوفير المناصب الشغل التي توظيف نفسانيين عندنا ما شاء الله خارج المعاهد خارج الجامعات بشهادات عليا فيما يخص علم النفس علم النفس التربوي ما هو دور هؤلاء الشبان هو تربية النش هذا مساعدة الأساتذة في عملهم أنا أقولك على سبيل المثال أستاذ طريق مثل سابسونت يوجد تربية أبسونت يوجد تربية مثلا سابسونت نافورة ديزر هذا التلاميذ من التسعة للعشر الموديل على المدر يكون في حيرة ماذا يعمل مع قسمه من يحرس هؤلاء التلاميذ إذن يضطر خرجهم إلى خارج المؤسسة خارج المؤسسة ماذا يجري هنا يبدأ العنف هنا يبدأ العنف سمحل أوتوماتيكم تلاميذ ما عندهم شواش يشغلهم يضربوا منتهم بالنسبة لهم لا يعب يعني ما شيء عنف ولكن يقول العنف صحيح ما هي النتائج التي خرجتم بها في هذه الندوة والجلسة التي جمعتكم مع وزيرة التربية نورية بن أبريط صباحة اليوم نحن نتيجة التي خرجنا بها قلنا كجمعية وطنية يجب أن مثل هذه اللقاءات تتكر في كل ولاية في كل ولاية ولما لا في كل على الأقل كل بلدية عندنا مكاتب ولاية مكاتب ولاية هي التي تقوم بتنشيط الأولية على مستوى الولايات تعهم في كل ولاية عندنا بلدية عندنا مكتب بلدي يقوم بتنشيط يجمع الأولية يحسسهم وندخلوا احتل المؤسسات التربوية بحضور أستاذة بحضور بعض التلاميذ ممثلنا على الأقسام أو كما قلت أقسام نهائية مثلا في سنة ربيعة متوسط سنة ثالثة ثانويل مع المختصين في علم النفس يأتون بجديد في هذا الميدان لأن كل شيء هناك يتجدد في هذا الوقت صحيح يأتون بجديد نحن مثلا أولية والأستاذة والنقابات والإدارة أو إدارة المؤسسة وجميع جميع الفئة المجتمع يجمعنا التلميذ لأن همنا الوحيد هو تربيت النشي الصالح هو تربيت هذا الجيل الصالح هو الإيتيان بيد هؤلاء التلاميذ لأطفال لأطفال ليصبحوا غدا رجال يعملون البلاد بعيدين عن العلف هذا هو الافتعنى أنتم ربي وفتكم إن شاء الله موفقين إن شاء الله في عملكم أستاذ شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر